مثلت المنح المالية والودايع السعودية للبنك المركزي اليمني ودعم المشتقات النفطية لقطاع الطاقة في اليمن أهم العوامل الرئيسية التي غيرت نمو الاقتصاد اليمني نحو الاستقرار الإيجابي حيث ساهمت ودايع المملكة في تحسين إرادة الدولة وأوقفت تدهور العملة اليمنية في العام 2018 عززت من الاحتياطات النقدية على الاستقرار المالي كما تؤكد ذلك الحكومة اليمنية التي تمكنت بفضل تلك الودايع من تحسين إراداتها واستطاعت جراء إصلاحات اقتصادية في عدد من القطاعات الحكومية الذي انعكس إجابا على المواطن اليمني فالمساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة للشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة تجاوزت 14 مليار دولار أمريكي فالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل في اليمن بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في سبع قطاعات خدمية حيث استطاع البرنامج الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال المشاريع المنفذة في عدد من المحافظات اليمنية ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية المختلفة كما أن هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع شراكات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمني والأيدي العاملة في اليمن وتوفير فرص وظيفية لهم ويرى اقتصاديون أن الجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية المتواصلة بعد اتفاق الرياض سيكون لها دورة رئيسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل المحافظات اليمنية لقناة الإخبارية عبدالفتاغ اللاب عدد